اشتركوا في القناة 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 الأصناف الأجنبية خلاص وصلت حوالي 25 سنة دخلها في مصر فده فيه اقتصاد تصدير لأوروبا وشاركة أسيا وبعض الدول اللي نعتمد عليها في التصدير للأصناف الأجنبية والمحلية برضا يعني تجربة زراعة أصناف أجنبية في مصر ده فتح لنا مجال أن يكون فيه سوق أوسع لي يعني المنتج المصري سواء من أصناف مصرية أو أصناف أجنبية أن احنا نصدر ده للخارج مظبوط يا فنم فيه فرق كبير جدا ما بين كسافة وحدة الفدان بالنسبة لأصناف الأجنبية عندنا الأصناف الأجنبية وحدة الفدان بتبدأ من 500 شتلة في الفدان وتوصل لسبمية فيه زراعات مكسفة لكن أنا ضدها أن احنا نبص العمر أنها شجرة معمرة بتوصل أعمار كبيرة جدا احنا برضا عندنا المنجة المعمرة للأصناف المحلية بس وصلنا لمشاكل كبيرة جدا كسافة في الأشجار عدد بحدود من الانتاجية لكن الأصناف الأجنبية غزيرة في الانتاجية فده بيساعد أن المزارع بيحقق على الانتاجية إيه الأصناف اللي بتجود زراعيتها في مصر عندنا من المنجة سواء صنف محلي أو صنف أجنبي أنا أسب الأصناف عندنا ثلاث جزئيات عندنا الجزء الأول وجزء الأصناف المحلية وده طبعا ما ندرش نستغنى عنه زي صنف الأويس والفنسو والزبدة والصديق دي أصناف ما ندرش نستغنى عنها طبعا لكن فيه أصناف تصدرية صنف زي صنف الكيت ده صنف متأخر جدا موجود في شهر عشرة 11 و 12 فده بيساعد أن المنجة موجودة طول الموسم لكن فيه أصناف اللي بنرشحها لمحافظات السعيد صنف زي النعومي صنف زي الأوستن صنف زي التومي أصناف ملونة لكن أكيد ما رشحش صنف الكيت اللي هو حساس في درجات الحرارة العالية والمنخفضة عشان كده ما بنرشحهش في السعيد والأماكن الحرارة يعني ممكن بيتأثر بالتغيرات المناخية اللي بتطرق يعني شلال فترة الزراعة بنرشحه في الواجه البحري في ودي النطرون والبحيرة وبعض المحافظات من واجه بحري زي الشرقية برضو صنف الكيت كويس جداً بس هو كتر هو رقم ما زال رقم واحد في الانتاجية لكن صنف زي صنف النعومي وصل البيوت المصرية في الأوانة الأخيرة يعني تمام توقيت الزراعة أكيد مهمة بالنسبة لأي محصول وبيفرق في فكرة الانتاجية فكرة الكم كم من المحصول اللي هيطلع وبالتالي معادة الزراعة يعني لازم يكون من الأولويات كده اللي المزاري يحطها في دماغه أنا بقى عارف هزرع إمتى التوقيت الأنسب أو التوقيت الأفضل عشان أحصل على الانتاجية أعلى معادة التوقيت بقى المناسب لزراعة المنجة عن نرف مصر إمتى إحنا عندنا توقيتين يا فندم توقيتين الزراعة المهمة جداً شهر 4 وشهر 5 وشهر 6 الثلاث شهور دول أزرع فيهم عادي وتم عملية تقليم وتسميت بعد الزراعة بشهر عندنا مرحلة تانية من الزراعة وهي بتبدأ من شهر 9 و10 و11 ودي ما قدرش أقلم فيها أن الشجرة تبقى دخلها في مرحلة السكون النسبي فيما بعض فلازم معاملات التقليم تتم في السنة الجديدة في شهر 4 برضا فكده معاي مواعيد بتبدأ من شهر 4 وتنتهي في شهر 11 دي معايدة أساسية معاي في الزراع يعني التقليم كمان من العمليات المهمة جداً من عمليات الخدمة الهامة واللي بتفيد بالتأكيد المحصول ماذا عن التقليم بقى بالنسبة للأصناف المحلية والأصناف الأجنبية هل فيه طرق مختلفة ومواعيد مختلفة للتقليم؟ أكيد طبيعة النمو الأجنبي هي دورة النمو بتكتمل كل 3 شهور عكس النمو المحلي دورة النمو بتحتاج 6 شهور فإحنا نتكلم في الأصناف الأجنبية بنزرع مثلاً في شهر 4 بنعمل دورة في شهر 5 فيه دورة تاني في شهر 8 بنا بعمل دورتين معاي أول 3 سنين 6 دورات تقليم بأسس فيهم شجرتي معدل شهر 4 وشهر 8 لكن فيما بعد ما بوصل مرحلة عدي مرحلة 3 سنين وأدخل في مرحلة الإنتاج في السنة الرابعة مرحلة الإنتاج هي مرحلة بداية بشاير وإنتاج بتتم دور التقليم بعد العقد وبعد الجامعة هنا مبقاش في معايد محددة المعادل بيحدد النطج بتاع الصمرة في التوقيت ده لكن الأصناف المحلية فيه عتاب بس على بعض الثقافات احنا بنقول نغير ثقافتنا في الأصناف المحلية بلاش التقليم الجاير بلاش التقليم المتساقطات نقلم بالشكل الهرمي نفتح شبابك في كل الاتجاهات فيه أشجار بتعوم كلمة معاومة القصد بيها أنه فيه أشجار ما بتظهرش ليه نسيب الأشجار دي الفترة دي ونقلمها بعد الجامعة بنستغل دورة النمو ونقلمها ونجهزها المسلم الجديد صحيح فأنا كده عندي دورة بعد العقد في الأصناف المحلية ما بتتعاملش في مصر هي دورة بعد الجامعة ويفضل الدورة بعد الجامعة تكون فتحة شبابيك وتهوية ومكافحة فطرية وحشرية لو أسأل حضرتك عن التربة الملأمة لزراعة المنجا هل إحنا عندنا في مصر عندنا تربة تنية عندنا دلوقتي فيه سسلح أراضي فبقى فيه التربة الرملية بقى فيه يعني توجه ليه الزراعة في مثل هذه الأراضي ولكن كل محصول برضو بيفضل نوع معين من التربة حقيقة تقول لنهاردة لكل مزارعين ايه أفضل أنواع التربة اللي يزرعوا فيها المنجا أفضل نوع التربة هو التربة الرملية الصفراء حتى لما بيجي ننصح أي حد من الهواء أو اللي عندها حديقة نقول له تربة البناء الصفراء الخفيفة دي أفضل تربة للمنجا بعاتب على الناس اللي بتزرع في التربة التنية التقيلة جدا يسقيلة اه يفضل تربة تنية خفيفة ساعتها من رشح وصول عندنا الأصل السكري والأصل الأوحد في مصر في مقاومة الملوحة فده بيستفيد به في الأراضي الصحراوية الجديدة ان احنا نعتمد على التربة الرملية وما يكونش فيه ملوحة انه العدو الأوحد للمنجا هو الملوحة فإن أنا أقوم الملوحة ده رقم واحد فلازم تربة رملية جيدة في الصرف عشان أقدر ان أنا أستفاد بمحصول اقتصاد يعني صحيح قد ايه مهم الاعتناء بالتربة بشكل عام في الزراعة قد ايه مهم ان المزارع يكون حريصة على فكرة تهوية التربة ان يكون فيه خدمة جيدة للتربة وقد ايه ده حيفرق معاه في انه يكون عنده محصول جيد ومحصول أيضا وفير طبعا يا فانده احنا عارفين ان التربة الرملية تربة فقيرة احنا لازم نعوض بالسماد العضوي عناصر كتيرة بقى غزائية للتربة منها الكمبوست النباتي جبس الزراعي هنا بقدر ان انا عوض حتى في الكيس الكيس المشتل من مقاسات 35 سنطي طول في عرض 15 نسبة الكمبوست في الكيس بتكون 30 اعتذر 70% نسبة كمبوست حتى التربة ان انا عوض بالجبس الزراعي نسبة الحديد عالية فان انا لازم اعمل نسبة تنقية لنسبة الحديد في المية عشان اقدر اساعد مع الطربة عندنا افضل طربة وبصراحة في 3 محافظات هي محافظة البحيرة ومحافظة الشرقية ومحافظة السماعيلية الام هي بلد المنجة طبعا والمية تكون عزبة الرأي البحاري هو الاوحد وبرضو نعالج بالعملية التنقية ان الرأي الغمر يعني صرف او هضر ماء زيادة على اللزوم احنا مش في احتياج ليه والنقطة التانية والاهم ان المنجة بتحتاج مقننات خفيفة جدا من المية ان هي زي ما اقول الملكة هي بتحتاج معاملات معينة ممكن تديها كل المعاملات لكن ما تنتجش في الاخر بسبب المناخ ممكن كل دور بيجي ساعات المزارع كده يقولك او انا لو بزرع منجة هل ممكن استفيد يعني في المسافات اللي بين اشجار المنجة ازرع حاجة تانية ينفع ييزرع حاجة تانية مع المنجة ولا المنجة لأ يعني هي الارض بس والمسافات اللي بينها مابتسمحش ان يكون في زراعة اخرى والله يا فضي انا عملت حوالي تلتب فيديو على قناة منجو مصر على اليوتيوب اتكلمت في موضوع ممنوع زراعة الموالح ممنوع زراعة المحاصيل الموالح مجموع الجزري مختلف جدا عن مجموع جزري للمنجة زراعة المحاصيل معدل الرأي معدات الرأي مقادلاتها زيادة عن اللزوم فده بسبب مشاكل الحاجة الوحيدة اللي بوافق فيها في زراعة المنجا هو النخيل وتكون بشبكة الرأي منفصلة ويفضل أصناف جديدة اللي هي أصناف البرحي الأصناف المقزمة الأصناف النخل الكبير برضو ساعة عملات التنظيف هيأثر على الشجر بالذات لو كان شايل إنتاج يعني لكن النخيل هو ليه عوامل كتيرة هيقلت سرعة الرياح معايا في الأرض برضو عائد اقتصادي قوي النخيل مع المنجا الحاجة الوحيدة اللي بوافق فيها مع المنجا هو النخيل نعم بشكل عامل المسافات المطلوبة بين أشجار المنجا بعدها البعض تكون الدقي تريباً بشمال هي بتختلف على حسب الصنف عندنا زي صنف زي صنف كيت بيزرع 2 في 3 لكن أنا ضد الموضوع ده ازرع 2 في 4 2 في 4 هاخد 525 شطلة في الفدان فيه الصنف زي صنف النعومي وصنف الأستن الأصناف دي نزرحها برضو معانا 2 في 4 و 2.5 في 4 وممكن أوصل بصنف زي كريمسون برايت 3 في 5 لكن فيه صنف لو أنا عندي فدان أو عندي 2 فدان وعايزة استفيد باستفادة قوية جداً اقتصادياً ممكن ساعتها اعتمد على صنف زي صنف الشيلي محدود النمو ممكن أزرع 700 في الفدان لكن أنا دايماً بقول المواطن العربي بمجمل يعني احنا في جنوب أفريقيا أو بعض الدول اللي بيعتمد على زراعة المنجا بيزراعوا زراعة مكسفة جداً توصل لألف وألف ونصف فدان لكن مش هيجيله القلب أن المواطن العربي يجيله بعد عمر 10 سنين 15 سنة يشيل صف والتصف بالطول وصف بالعرض أو يشيل شجرة منتجة مش هيجيله القلب لكن الموضوع لازم نغير الثقافة بتاعتنا في الأصناف معادي التعليم اختيار الشتلات إن فيه مصادر مجهولة المصدر في الشتلات طبعاً ودي نقطة مهمة جداً ودي من أخطر النقاط واللي دايماً بنبقى حارسين إن احنا نوعي المزارع بيها بالنسبة لكافة المحاصيل فكرة اختيار الشتل أو فكرة اختيار البزور اللي هنزرع بيها التقاوي قدي ايه مهم إن احنا نجيبها من مصدر موصوق منه لأن ده هيفرق فيه مستقبل زراعة المحصول أنا ممكن أجيب بمثلاً تقاوي أو شتلة من مصدر غير موصوق بسعر أقل ولكن هلاقي إن أنا مفيش أي جدوة من الزراع اللي أنا زرعتها ولكن لو استثمرت وأنفقت شوية على الأرض من البداية في بداية موسم الزراع أكيد هيكون فيه نفع كبير ومحصول أوفر جزئية المسافات بين الأشجار المنجا بتفيد في إيه بقى في الزراع عشان برضو فنياً كده يبقى المزارع برضو مع حضرتك عارف ويستفيد من موجودك ده هيفيد في إيه بالنسبة للزراع كتغذية بالنسبة للتربة أيضاً حفاظاً على مكونات التربة اللي عندي تمام إحنا المساحات الدايئة من الزراعة إحنا هنا فيه مساحات دايئة ممكن أشتغل بشكل علمي فيها وإن هو أن أنا أعمل عمليات تقليم على طول معنا زي الأصناف الأجنبية ما يكون ما عندي 700 شجرة في الفدان ويكون إنتاج الشجرة يتراوح في عز الإنتاجية من 30 إلى 50 فهنا عدد العدد الكسافة أو عدد الأشجار الزيادة هي اللي بتعلق الإنتاجية لما وصل إنتاجية عالية في عمر عشر سنين لخمستاشر طن واثنشر طن وعشرة طن في الفدان فده بيعوض إنتاج بمقارنة الأصناف المحلية بيبع عشر فددين في ألف قوت لكن عكس العكس العشر فددين في الأصناف المحلية في الأصناف الأجنبية بفيه حوالي إحنا بنقول مثلا الخمس فددين يعني العشر فددين فيهم خمس سلاف شتلة فالخمس سلاف شتلة عكس الأصناف المحلية اللي فيها ألف شتلة فالعاد الاقتصادي هو راجع للعدد الكسافة في وحدة الفددين نعم مواصفات الشتلة الموصلة ليه المنجا تكون مواصفاتها إزاي؟ هو يفضل أن يكون شتلة من عمر سنة لعمر سنة نص وتكون شتلة على أصل سكري طبعا قلنا الأصل السكري هو يعني مقاومة عالية في موجة الملوحة وفي تغذية الطعم الأصل السكري احنا بنرشحة وترشيح أولي بعد كده صنف الزبدة بعد كده فيه اجتهادات على أصناف مصرية زي الصنف الجحراوي بس أنا بالنسبة لي تحت الدراسة بالنسبة للشتلات اختيار المصدر الشتلات مهم جدا أن فيه مراحل بمر بيها اختيار البزور السكري بتروح للمصنع بعد كده بتيجي عملية تأشير للبزور وإخراج الجنين بعد كده زراعة البزور بتتم بمرحلة ومرحلة زراعة الملش زراعة الملش مهمة جدا أن أنا بستبعد الجزور الملتفة أكثر عائق بيقابلني في استلام الشتلات وهي السكسفونيا أو بمسمى المصري رعبة الوزة وهي بيبقى فيه التفاف حلزوني في بداية الكيس ده بيقلل العمر الافتراضي في فرق أن أنا أأسس أول ثلاث سنين وأن أنا كل سنة أفضل أرعع بشتلات بسبب أن أنا عند شتلات ضعيفة وفيه نقطة حابب أختم بها النقطة دي أن معظم مستثمرين في الزراعة فندم مش زراعيين فبالتالي بيكون يعني بيقع فخ لهم المشاتل اللي تحت السلم استغلال قلة الخبرات مهمة جدا معظم المختاربين بيجي من بره عايز يسسن يعني المشروع معين وهو مثلا غير متخصص في المجال الزراعي وهنا بيحتاج أن هو لازم يستشير حد مختص في المجال عشان زي ما حاجة بتقول ما يبقاش فيه يعني أي ممارسات يعني من قبل بقى السوق السوداء والناس اللي بتغيش طبعا في المنتجات الزراعية لأنه بيستهدفوا مثل هدي الأشخاص وبالتالي لازم يكون فيه يعني مرحلة كده من الوعي إن إحنا نبقى عارفين لو هنبدأ مشروع طبعا وإحنا غير متخصصين لاجب إن إحنا نلجأ لي أصحاب الخبرة الأمراض طبعا مفيش محصول ما بيحصلش فيه أمراض وإصابات سواء فطرية أو حشرية وهكذا ماذا عن أشهر الأمراض اللي بتسيب محصول المنجا والتعامل معها بقى يكون إزاي والمكافحة بشمع موجود عندنا التكتلات الخدرية والزهرية التكتل الخدري وبيزهرلي في مرحلة النمو الخدري سواء في مرحلة تأسيس من عمر سنة لعمر ثلاث سنين التكتل الخدري مالوش علاج ما توصلناش لأي علاج لحد دلوقتي هو العلاج القص والمكافحة بالمكافحة الفطرية حاجة زي الأكسكلور نحاس تعقيم المقص بالكحل الطبي مهم جدا إن أدوات التطعيم ممكن تنقل معايا الأمراض بيزهر معنا في مرحلة التزيير وهو أكتر حاجة وهي إصابة اللفحة إصابة اللفحة طبعاً بتقوم عمليات الرش الفطري لكن متابعة إزالة التكتلات الزهرية إن في بعض المزرعين عندنا أصطف المحلية بيخاف إنه يدخل حد ساعة مرحلة التزيير ما فيش قلب، ما فيش خبرات إنه يفرق ما بين الشبروخ الزهري السليم أو الشبروخ الزهري المتكتل فدي نقطة مهمة جداً بتفرق معاه في الإنتاجية فيما بعد لو هنتكلم عن النهود بشكل عام بمحصول المنجا حاجة شايف إيه هي الأساسيات اللي يجب إن يكون متعرف عليها من قبل أي مزرع عشان نقدر ننهض بهذا المحصول أو عشان العمليات الزراعية تكلل بالنجاح ويبقى عندنا فعلاً منتج جيد بوفرة بكميات كبيرة وبصراحة لازم استغلال الأراضي الصحيحة لزراعة المنجا اختيار الأرض أو طلبة سليمة جميل، اختيار الأراضي عشان دي هيفرق جداً في المشروع الاقتصادي للمنجا النقطة التانية والأهم عدم استخدام أو بالعربي كده ما في التجار في حتيت إن أنا أجمع المحصول بدري وأصدره ده بالعكس أنا بشوف صمار برا في الدول العربية بسبب إن هي ما وصلتش للنطج الكامل التاني، صحيح فبيكون الشكل أو المنظر العام للصمار مش مناسب عكس الصمار اللي بتوصل لنا هنا في السوق المحلي بيتكون وصلت النطج الأساسي إن أنا أولاً أختيار الأصول واختار الشتلات، الري، الري وأهم حاجة الري فيه ناس كتير بتبدأ في أماكن صحراوية لكن بملوحة المياة بالعكس عالية جداً 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 فبالتالي هيكون عند فقد في الإنتاجية، فقد في الشجر ده برضا يكون لي تأثير بالسلبي على الإنتاج المحلي والإنتاج العالمي نحن الحمد لله يعني عم فيه انتشار واسع في أوروبا في إنتاج المنجا دلوقتي بالذات ما احنا اشتغلنا على الأصناف، فيه أصناف تزرية صنف زي صنف الـ R2 وصنف زي كينجيسون برايت وعلى سبيل المثال صنف الياسمينة دي أصناف تزرية يعني طيب، عادة المزارع ممكن عندون قصد بيقع في خطأ معين أثناء عملية الزراع أشهر الأخطاء اللي ممكن بيقع فيها المزارع وبيقى محتاج إن يكون معاه مرش الزراع أو أحد متخصص علشان يرشده لكيفية تفادي هذه الأخطاء أنت من منطلق خبرتك في المجال أو من الدراسة العملية قدي إيه شفت إن في بعض الأخطاء كده بتحصل من المزارع وحابب إن أنت النهاردة ترشدهم إن هما يبتعدوا عن هذه الأخطاء أهم الأخطاء وهخصصها في محافظات، في ثلاث محافظات المحافظة الأولية هي محافظة البحيرة وهي زراعة الموالح مع المنجا ده ليه تأثير بالسلب في الإنتاجية بالعكس، ولا بياخد إنتاج من الموالح ولا بياخد إنتاج من المنجا مجموع الجزري مختلف جدا كده بيرجع لمرحلة الإنتاجية بتكون فيها تضاهر شديد جدا نرجع لمحافظة محافظة الشرقية زراعة المحاصيل إن هو بيحتاج ثلاث سنين بيصرف إحنا بنقول فيه رقم كبير بيتدفع خلال أول ثلاث سنين من بداية أرض بور لبداية الإنتاجية خلال ثلاث سنين الفدام بيتكلف من مئة ألف جنيه لحوالي مئة خمسة وعشرين ألف جنيه ده المصاريف فبيضطر إن هو يعود مرحلة الثلاث سنين بزراعة المحاصيل يبدأ يزرع محاصيل صيفية وشتوية مع مقاننات الرأي مختلفة فبيحصل أعفان جزور بعد ما بيحصل أعفان جزور عنديش غير محاولة إن أنا أقوم بأعفان الجزور والتقليم لكن بتبقى محاولات شبه يعني تناسب بنسبة خمسة وعشرين في المئة وده طبعا ضرارها كبير عندنا بقى نقطة مهمة جدا في محافظات السعيد نقطة التقليم لازم نجمد قلبنا في التقليم شوية موجة الهواء اللي مرت بها مصر مخفض السودان ضمر محصول المنجة أثر على السوق المحلي في الموسم الحالي فبالتالي بلاش الارتفاعات يفضل الارتفاع على الأصناف المحلية ما تزيدش عن خمسة متر وده نقطة مهمة جدا إن أنا أخد الإنتاج من التلت الأسفل للشجرة نعم مرحلة الجامعة باشمهندس من المراحل المهمة جدا بالنسبة للمحصول وفي عملية الزراعة ماذا عن طريقة الجامعة المسلى للمنجة توقيت كمان جامعة المحصول على حسب كل صنف أكيد الأصناف المصرية مختلفة عن الأصناف الأجنبية فكلمنا عن المرحلة دي بما أن هي من المراحل المهمة جدا أهم مرحلة من مرحلة الجامعة أن أنا أوقف أي رش وأي معاملات قبل الجامعة بعشرين يوم أقل حاجة عشان ما يكونش فيه متبقيات من المبيدات أو كده على صحة الإنسان العامة لكن نقطة الجامعة مهمة جدا إن اللي بتحدد في الجامعة دلوقتي فاندم هو السعر ودي نقطة مشكلة جدا أنا لازم الجامعة يكون على حسب نطج الصمرة على حسب نطج الصنف المنجة لكن ما رتبطش بأسعار السوق الأسعار السوق عالية بتلاقي في ناس استعجال في عملية الجامعة الأسعار السوق منخفضة بيضطر إن هو يعمل سرس عالي على الشجرة ويأخر الإنتاج زي صنف الكيت فبالتالي يكون لي ضرر في السنة اللي بعدها على الإنتاجية هو بالضبط التشبيه بسيط إنسان جاي تعمل من الشغل بنامش كويس عمر تاني يوم هيقدر يصحى قوي ونشيط فلازم إن أنا أجهز معاملات التقليم والأسميدة العضوية مهمة جدا أنا أعتمد على يعني أتمنى أتمنى يكون في الفترة الجاية استخدام الاسماد الحيوي ونبتعد على الأسميدة الكيميائية شوية هيكون لها برضو يعني عائدة اقتصادية المنجة فاكهة جميلة محدش يقدر استغنى عنها يعني ما زالت ملكة الفواكه المنجة من الفواكه اللي بتكلف سريعا جدا يعني لو تثابت فترة ومحدش كالها بتبوز بضبط برضو فكرة التخزين طب المزارع دلوقتي لما بيجمع المحصول بيحتاج يخزنه على ما بينزل السوق وفكرة كمان برضو النقل كل دي فترات أو مراحل بيمر بيها بتمر بيها الصمرة بعد الجمع طريقة بقى حفظ المنجة ازاي لحين وصولها ليد المستهلك في السوق إيه اللي يحسن؟ الحل الأزمة دي الأصناف الأجنبية الأصناف الأجنبية عشان الصمك القشرق سميك شوية حجم الصمرة برضو مختلف مش صمرة طرية بمعنى الكلمة الأصناف الأجنبية صم في زلكيت مراحل التخزين بتاعه سواء سوق محلي أو سوق عالمي فهو مراحل التخزين تختلف تختلف عن العويس تختلف عن الأصناف التانية الإشرة إشرة نعمة جداً لمقاومات شجرة المحلي حساسة جداً لصابات الحشرية والفطرية عكس الأصناف الأجنبية مراحل التخزين فيها بتستحمل التصدير وبتستحمل السوق المحلي وبالتالي حاجة زي الأصناف في الكيت هي بمتواجد خلال المسلم في المولاد برضو نعم حيبش مهندس وقتنا مرة مع حضرتك سريعاً ولكن بالتأكيد احنا وكل مسادة المشاهدين استفدنا بالمعلومات القيمة اللي قدمت لنا النهاردة عن زراعة محصول المانجو بنتمنى طبعاً أن كل سادة المزارعين اللي بيتابعونا يستفيدوا بهذه الإرشادات ويطبقوها على الأرض الواقع عشان نحصل على محصول جيد وفير بإذن الله شكراً جزيلاً لحضرتك مهندس الزراعي عمادة عادل شكراً لك شرفتنا شكراً جداً شكراً مشاهدينا فاصل قصير وبعض الفاصل إن شاء الله تعود معكم من جديد زملتي عبير صلاح وفقرة حوارية جديدة انتظروها